ممكن أسألك أخ سامح بعد إذنك أن عارف الموضوع التبرير موضوع كبير كبير بصراحة نعم وأنا ظلمتك أنه نحدده في موضوع حلقة أو اتنين وانت عامل كتاب يعني في هذا الموضوع الناس يمكن يعني وضح لنا الفكرة أنت ذكرت عن مجرم نعم أوكي ارتكب نعم ضميره عن بعزمه نعم والقاضي حكم بعدل على هذا الشخص الفرق بين الشخص البريء والشخص المبرر وأنا عارف أنه رح نتكلم بس على أساس في البداية نوضح الفكرة نعم البريء لم يرتكب ذنب من معنى كلمة بريء وعايز أقول قد يكون أعمق من هذا أنه لا يدرك الخطأ البريء كده فلو حكم عليه القاضي بالبراءة هو أصلا بريء هو أصلا بريء فممكن نلاقي أبرياء في قفص الاتهام نتيجة لتهم الظلما أشهر أشهر بريء أو بار هو رب يسوع نعم لم يعمل ظلما نعم لم يكن في فمه غش الناس شاهدوا عنه الناس شاهدوا عنه شاهدوا الظور نعم ظلمة ظلمة وحكم عليه ظلما أنه هو مضل أنه هو مجدف فالبريء لم يرتكب خطأ لكن الشخص اللي نال التبرير أنا ارتكبت خطأ والقاضي وجد طريقة قانونية لتبرئتي فعشان كده البريء لم يرتكب خطأ فبالتالي الريكوردس بتاعه السجلات الحكومية الصحيفة الجنائية بتاعته خالية من وجود أي تهم أو كسر قانون لو جبت أي طفل هو بريء محطش يقدر يقول يتهمه ده كسر إشارة مرور مش في الصحيفة الجنائية بتاعته أو أهان ولدي أو أصار شغب عام أو تاجر مخدرات أو قاتل أو أول محطش يقدر يقول كده ده بريء واضح أنه بريء بريء واضح أنه بريء آدم قبل السقوط كان بريء لم يرتكب أي خطأ لما سقط وإحنا سقطنا بدأ تسجيل في الصحيفة الجنائية الكلام ده يشرحون الكتاب في المحكمة النهائية في الدينون الأخيرة في سفر الرؤية الصحة 20 لما رأيته عرشا عظيما أبيض رؤية 20 11 أو 12 والجلس عليها لازم من وجهها هربت في السماء والأرض ولأم يجد لهم موضع وانفتحت أصفار وانفتح سفر آخر وسفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأصفار بحسب أعمالهم الصحيفة الجنائية لكل إنسان قدام الله أنا سامح ارتكبت خطايا كثير تجبيه جميل في سفر الرؤية أن كل الخطايا دي مسجلة ريكورد وكيل النيابة النيابة الإلهية البوليس الإلهي والضمير والعقل البشري يسجل كل أخطائي في سجلاتها طبعا ده تجبيه ليه؟ لأن في يوم الأيام لما أجف للدينونة جدام الله سيحكمني بعدل وببر بحسب أعمالي هنا أنا مذنب لو صرخت لله ملتجئ للرحمة وللنعمة وللمحبة الصرخة الشهيرة في الكتاب اللهم ارحمني أنا الخاطي نزل إلى بيته مبررا هنا الله يبررني يعني هيعمل حاجة جميلة جدا ممكن نعرضها في الإسلايد ممكن نعرضها في الإسلايد قدامنا بكل سرور إنه زي ما جال داود في رسالة في مزمور 32 واقتبسها بوليس الرسول في الرسالة إلى روميا الأصح الرابع ونعلد 6 من عدد 6 عدد 8 كما يقول داود أيضا في تطويب الإنسان الذي يحسب له الله درا بدون أعمال طوبة للذين غفرت أثامهم وسطرت خطياهم طوبة للرجل الذي لا يحسب له الرب خطيا واضح في الشاشة جدام الناس إنه في العدد السادس أنا وضعت كلمة الذي يحسب له الله برا بدون أعمال وفي العدد الأخير الثامن لا يحسب له الرب خطيا وكلمة يحسب الكلمة في أصلها اليوناني وبالإنجليزي وبالعربي كلمة بنكية كلمة من حسابات بنكية مثال ابني لما نجح في السنة الدراسية الفلانية رحت أنا أخدت 100 دولار 200 دولار 1000 دولار حسب إمكانيات المالية وضعتهم في حسابه في البنك من اللي اشتغل؟ أنا من اللي حسابه زاد؟ ابنك افترض ابني عمل خطأ فأصبح مودان للبنك ب1000 دولار أو هجول في مصر ب1000 جنيه أو ب10,000 جنيه مصر بأي عملة أنا رحت البنك سددت حساباته فعشان كده بدأ بوليس يشرح التبرير بمعنى بنكي بمعاملات بنكية بمعاملات الحسابات يعني بمعاملات الحسابات بالزبط فأنا كمذنب أنا كخطي قدام الله لما أجي أنظر إليه الأمر ده من جهة التعامل للبنوك الحسابات أنا مديون أنا مديون كل خطيئة ارتكبتها كإني سحبت من البنك دين 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 والديون مالها تتراكم وتتزيد مع عدد الخطايا وعدد السمين يعني الله يبررني زي ما هو موجود في السلايد قدامنا لا يحسب له الرب خطيئة اللي هو العدد اللي قدامنا يعني يعني هيروح الله للبنك ويأخذ حسابات الخطيئة اللي موجودة في حسابي سددها ويسددها وبالكده أصبح حسابي صفر لا هيعمل حاجة أروع اللي عدد ستة إيمانه يحسب له برا يعني يضيف الله برا إلى حسابي يعني يضع رصيد سي نفترض مثلا يا أستيس نزار أنا تخرجت من كلية الطب وما لجيتش عمل وعايز أفتح عيادة وما عايش فلوس ما عايش مصاري هروح البنك أخذ قرد خدت مثلا عشر تلاف دولار عشرين ألف دولار ورحت فتحت عيادة وجي واحد بيكرهني منافس رح حرج لي العيادة البنك سمع الخبر وجي جبض علي جلي يتدفع يالحبس تمام فطبعا أنا دخلت السجن فلما دخلت السجن أصبحت مديولي البنك بعشر تلاف دولار أنت سمعت هذا الخبر وإنت بتحبني وأنا قلتلك يا أسيس أنا محتاج مساعدتك رحت أنت رحت للبنك ومعاك مئة ألف دولار ورحت للبنك قلت له سمح عليه ديون كم جالك عشر تلاف دولار رحت أنت سددت العشر تلاف ورحت وضعت في حسابي تسعين ألف دولار ده 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 بيجوله داود إن الله أخذ الخطايا من حسابي فأصبح رصيد خطاياي سفر يبك إني جدام الله لم أرتكب ولا خطايا ده نصف المعنى تكملت المعنى إن الله وضع برا في حسابي فأصبحت أنا جدام الله صنعت بر ولم أصنع خطايا هش كده بنسميه البر المحسوب